ينضم إلينا من درعة مراسل الأخبار الآن محمد الحوراني ليحدث لنا معلوماتنا فيما يتعلق بآخر تطورات هذه الاشتباكات التي كانت على أشدها اليوم في درعة تفضل محمد نعم أيستو المساء الخير كما ذكرتي هو اليوم منذ ساعات الصباح احتدمت وطيرة الاشتباكات بين فصال الجبهة الجنوبية المنظوية تحت غرفة عمليات البنيان المرصوص والميليشيات الطائفية وقوات الأسد على تخوم حي سجنة بالقرب من حي المنشية كانت قوات الأسد والميليشيات الطائفية التي قام النظام السوري بزاج عدد كبير منها خلال الأيام الماضية في جنوب سوريا باستقدام الطائرات الحربية حيث سجلت أكثر من أربع غارات جوية من قبل سلاح الميك وأيضا أكثر من عشرين برميل سقط على أحيان نرعى البلد أيضا الأمس كانت هناك بلدة عيمة ضمن أهداف الطائرات الحربية حيث استهدفها النظام أيضا بأكثر من خمسة عشر غارة جوية على هذه البلدة بما ينذر بمعارك يود النظام فتحها في الجنوب السوري ولا سيمة بعد أن خسر وفشل أن يحصل على معابر دولية مع دول مجاورة من جهة درعة اليوم النظام السوري يصعد من عملياته العسكرية في حي المنشية بالتحديد بالقصف بصواريخ الأرض وأيضا بالقذافة المدفعية ورجمات الصواريخ تمكنت فصال المعارضة المنظوية تحت غرفة عمليات البنيان المرسوس من تدمير أليات لقوات النظام وتسجيل تدمير دبابة بشكل كامل عبر صواريخ التاو التي حصلت عليها المعارضة سابقا اليوم كان يوما ساخنا في درعة البلد بين فصال المعارضة وقوات النظام قوات المعارضة قالت لنا أنها ستمنع وجود هذه الميليشيات في درعة وستمنع تمدد قوات النظام أكثر الذي اخترق اتفاق الوقف التصعيد الذي كان معقد في أستانا مطلع الشهر الماضي وكما ذكرت أن هذه المعارضة هي الثالثة خلال هذه الفترة التي كانت درعة تشملها وقف التصعيد ووقف اطلاق النار لنذكر نتحدث عن هذه التصعيد إذا ما ركزنا على حي المنشية تحديدا دعنا نركز محمد أو نعيد التذكير بأهمية هذا الحي نعم يسون ذكرنا سابقا أن هذا الحي هو الحي الذي يفصل ما بين مواقع قوات النظام الأمنية ومراكزه الرئيسية في مركز محافظة درعة والمناطق المحررة التي تتقى تحت سيطرة المعارضة المسلحة في جنوب سوريا بالإضافة أن هذا الحي يبعد عن معبر الرمثة أو معبر جمهر القديم مسافة من 1 إلى 2 كيلو متر هذا المعبر الذي يخسره النظام منذ سنة 2014 يحلم النظام أن يستعيده لفتح معابر دولية مما يخدمه من جهة اقتصادية ومن جهة سياسية بالإضافة يسعى النظام إلى قطع الطريق الحربي الذي تتخذه المعارضة ما بين الريف درعة الغربي وريف درعة الشرق وهو يعتبر الطريق الوحيد الذي يصل ما بين الريفي درعة الغربي وريفي والريف الشرقي هذا بالنسبة لأهمية المنشية ولكن تصعيد الأخير الذي يقوم به النظام والميليشيات الإيرانية ربما هو واضح جدا أنه قرار إيراني يتحدى القرار الأمريكي في المنطقة الجنوبية أو في البادية السورية فإذا قاررنا أن هناك زج ميليشيات طائفية في جنوب درعة أيضا هناك ميليشيات تمزجها في البادية السورية التي تبعد عن درعة مسافة درعة بين كيلومتر صحيح وأمريكا أصلا حذرت المجموعات الإيرانية في البادية السورية بعد هذا التصعيد كما ذكرت شكرا لك من درعة مراسل أخوال الآن محمد الحوراني اشتركوا في القناة